فيما يتعلق بسؤال حضرتك السيد السوداني رجل متمرس بالسياسة العراقية هو واكبه من يعني أبسط المناصب من أدنى المناصب حتى أعلى فهو متطلع اللعبة السياسية في العراق وكيف تدار ويعرف ما هو النفوذ الإيراني والمساحة الواسعة التي تتحرك فيها الإيران في العراق لذلك هو يحاول أن يوازن لكن حقيقة الحال اليوم الولايات المتحدة لا تقبل أو قسمة على اثنين فيما يتعلق بالقرار السياسي والنفوذ السياسي في العراق فمسك العصى من المنتصف من قبل السيد السوداني نتيجة غير مطمئنة للولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل تعتبرها مناورة سياسية لكسب الوقت حتى يتمكن من تثبيت نفوذها في الساحة السياسية العراقية لكن حقيقة الحال الولايات المتحدة لا تقبل بأنصاف الحلول وأعتقد السيد السوداني سوف لن يوفق في مسك العصى من المنتصف فيما يتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي في العراق فالولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بالمساحات الرمادية وإنما تريد موقف تريد أدراً موقفاً جلياً واضحاً أما معي أو ضدي لذلك لا أتوقع هذا الكلام مرحب به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنا